في نادي الزمالك ايه اخر اخبار والتفاصيل طبعا في حالة من حالات الغضب داخل مجلس ادارة نادي الزمالك بسبب الهزيمة امام انبيب الامس اثنين واحد رغم ان الكل كمتوقع معنوية الفرقة في السماء مجلس ادارة جديد او المواجهة رسمية تحت ادارة المجلس الجديد ادارة نادي الزمالك ان هو يفوز بالنتيجة عريضة جدا على اسموحة بنتيجة خمسة واحد والدنيا ماشية بشكل كويس والناس تتكلم ان الانتصار بيجيب انتصار اتفاجأوا مبارح ان الدنيا مش احسن حاجة الفرقة بتخسر قدام امبي اثنين واحد امبي تفوق وعمل مطش كبير اوي اوي بصراحة يستحقوا هذا الانتصار لكن هنا علامات استفهام على الجهاز الفني للزمالك واللعيبة والناس في اقدارة نادي الزمالك زعلنين ان الفرقة ماشي على سطر وبيتسيب سطر مش هو ده نادي الزمالك الطبيع ان نادي الزمالك كل وفين وفين ما يتعصر زيه زي مثلا نادي الاهل ده الطبيعي الفرقة الكبيرة زيه زي البيرامج زدو ب счит لكن نادي الزمالك تقريبا خسر ايه خسر سبع نقط خمس مطشاط ده رقم كبير قوي قوي على نادي الزمالك سبع نقط في خمس مطشاط ده رقم كبير انت كده عمال بتتسحب من المنافسة عمال بتبعد واحدة 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 هتقول لي ظروف الزمالك والصفقات والصفقات لا اللعبة ديه اللعبة كبيرة اه الزمالك محتاج بعض التدعمات ده امر مفروغ منه لكن مش لدرجة ان في خمس مطشات الزمالك يخسر سبع نقاط يا سيدي ما تحسبش مطش الاولاني بتاع Pyramids اقول مطش متكافئ جدا فرقة كبيرة اوي لكن انت تيجي تتكلم عن مطش مقاوليني تعادلت فيه مطش انبي خسرت فيه فرقتين هم مش في افضل حالاتهم من الموسم ده فرقتين هون شقادي ما اقولين عنده نقطتين بس منهم نقطة خدوا قدام الزمالك انبي ابتدى يصطفيق مؤخرا بس مش ده انبي بتاع زمان يعني برضو بس الناس بتحاول ان عندهم استراتيجية مختلفة والاعتماد على عناصر الشابة وكلام من ده استراتيجية تحترم يعني فبالتالي ادارة نادي الزمالك مش مبسوطة طيب هنا هتقولي معنا ان اقدارة نادي الزمالك مش مبسوطة ان الراجل هيمشي هقولك لا هنا بقى فيه بعض النقاط اللي لازم تاخد بالك منها اول حاجة جماعة عشان تبقى عارفين رغم ان مفيش قناعة بأسوريو بالتحديد عند يعني بعض الشخصيات اللي ليه علاقة بملف كورتر القدم داخل مجلس ادارة نادي الزمالك الناس مش مقترعين بيه بنسبة 100% ده من زمال على فكرة مش من دلقتي من قبل ما يجوا اخذ بالك لكن قالك ايه طبعما النتاج تتحسن مفيش مشكلة وحد يكره محدش يكره لكن الزمالك لو عايز يماشي اصوريو هنا برضو فيش شكل مهمين جدا هتكلم عليهم الشكل الاولاني بيتعلق بمستحقات المدرب المدرب اعتقد اعتقد توقع المعلومة اللي عندنا بياخد 45 ألف دولار في الشهر 45 ألف دولار في الشهر هو من شهرين او ثلاثة كان خد مستحقاته المتأخر دلوقتي بقى ليه مستحقات متأخر لان اخر شهرين هو ما خدهمش ان هما كده 45 ألف دولار في اتنين يعني كان في 90 ألف دولار طيب ادي ايه مستحقات قول دي كده كده هياخدها هتيجي تتكلم على الشرط الجزائي اعتقد اعتقد حوالي 9 مليون جنيه مصري اعتقد كده فادي برضو رقم دا دلوقتي بالنسبة لنادي الزمالك في المرحلة الحالية فقط هو رقم فدي اعتبارات مهمة جدا لو ادارة نادي الزمالك بتفكر في التغيير هي حطى الاعتبارات دي قدامها طيب لو الاعتبارات دي مش مشكلة بالنسبة لإدارة نادي الزمالك هل حال الراجل هيمشي دلوقتي لا عنده مطشيه المطش اللي جاي مع زد مطش قوي وصعب جدا في الدول وبعكية مطش حاسم حاسم في كل شيء مع بيراميدز يوم 8 نوفمبر في كاس مصر يكسب الزمالك او بيراميدز يتأهله للموقات الاهلي في نهاية البطولة بتاعت النسخة اللي فاتت او موسم اللي فات يعني هنا سؤال مهم اوه ماذا لو بيراميدز اقصى نادي الزمالك من بطولة الكاس والراجل ده خسر حتى لو كاس بزيد المطش الجاي هنقول باي باي أسور على طول باي باي أسور طيب حتة الشرط الجزائي ازاي حيتم التعامل معاها فيه اتجاه خلي بالك عشان المصطلحات مهمة قوي فيه اتجاه لإيه اتجاه لو عايز تقولها مثلا تطفيش اوسوريو عايز تقولها محاولة من محاولات الحفاظ على حقوق نادي الزمالك او محاولة من محاولات الخروج من نفق اوسوريو بقى اقصى الخسائر قلها كده ازاي حيتم التعامل هيتقلك ان دلوقتي الجاذب فني فيه اوسوريو مع المساعدين اجانب المساعدين الاجانب هنشكره الراجل الوافق يكمل كده اوكي ما موفقش خلاص يمشي يا بسيدي لو حيمشي هو عليه شرط الجزائي احنا مش عايزين الشرط الجزائي راجم ان ممكن زمك يتمسك به برضو لكن في نفس الوقت لو انية موجودة ان اوسوريو يمشي فمش هتتمسك بالشرط الجزائي فهتبقى يا اخي خرجت ايه لا غالب ولا مغلوب ف دي فكرة موجودة لكن لحد دلوقتي ينفيش اي خطوات فيها طبعا طبعا الناس لسه تدرس الامر ده على صعيد اوسوريو والجهاز الفني لان الراجل بصراحة برضو يا جماعة تغييراته غريبة اوي انا نفس افهم التغييرة بتاعة مدافع يخرج وينزل مدافع دي انا نفس افهم ايه المغزة منها اي مدارب باقي يعمل كده يعني الا لو واحد مصاب لو مدافع مصاب فتنزل مكان مدافع ماشي يفقاش مشكلة مدافع مثلا يعني ايه عنده انذار ماشي خايف عليه منطرد لكن وانت خسران تخرج مدافع وانت عايز تكسب مش ده نادي الزمالك ماينفعش مع نادي الزمالك الكلام ده بصراحة يعني فحتى لو تفتكروا والله لما اشدنا مستوى نادي الزمالك في مطش اللي فات قلنا ان رغم الاداء الجاد لنادي الزمالك لكن التغييرات عليها علامات استفاهم لكن بتتدارى في المكسب الكبير طب قد التغييرات في نادي الزمالك او بالنسبة الاسوريو غريبة